أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن شعوره بالقلق العميق إذا احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى المنطقة وقال كاميرون إن الأولوية يجب أن تكون وقفا فوريا للقتال من أجل إدخال المساعدات وإخراج المحتجزين ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق المار